اشتركوا في القناة وعم تتفوق فيه وتتميز مكملين وتكمل طريقها في مواجهة الانقلاب وصناعة الوعي كل عام وحضراتكم بخير كل عام وزملائنا في مكملين بخير وكل المتفرجين والمشاهدين اللي بيشوفونا عبر القناة من الأماكن المختلفة والبلدان المختلفة كل عام وانتم بخير هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا عن الفتنة الطائفية كل بلد في المنطقة العربية لها مفتاح المحتل لما دخل ساب لنا في كل حتة مفتاح يرجع بيه مرة تانية إذا أراد يعني عندك لو حبيت تتكلم عن دولة زي العراق ففيه مشكلة بين العراق والكويت لو حبيت تتكلم عن سوريا فهتتكلم عن سوريا ولبنان لو حبيت تتكلم عن مصر يبقى عندك المشكلة الطائفية المسلمين والمسيحيين مع أن الإحصائيات الأخيرة اللي صدرت عن جهات أمريكية بتقول أن عدد المسيحيين في مصر لا يزيد عن 5.3% من مواطني الدولة المصرية ولكن لما تطلع برة مصر هتلاقي الكلام ده بيتقال بشكل مختلف هتلاقي مثلا في الأردن بيتقال إنهم 50-60% هتلاقي في أمريكا بيتقال إن عدد قليل وإحنا متهضين عشان كده قبلونا لاجئين عندكم هتلاقي في دول عربية مش عارفين هما مش عارفين المصريين أصلا يقولك 50% مثلا ولكن التعداد بيقول أو الآخر الإحصائيات بتقول إن المسيحيين حوالي 5.7% إذن المسلمين هما 94.3% من سكان الدولة المصرية طول التاريخ ما فيش مشاكل يعني ما فيش مشاكل فتنة حقيقية كبيرة ليه؟ لأن فيه تعايش الناس بتتعايش مع بعض في مصر ما عندهش مشاكل المصرية كلمة إنك مصري توصيفك بالجنسات المصرية بيصهر تحتيه كل حاجة إزاي؟ لما تروح للإعراق هتلاقي عندهم مشكلة السنة والشيعة العربي والكردي وهكذا لما تروح حتى سوريا هتلاقي عندهم مشكلة السني والإسماعيلي والشيعة والمصيري المصيري اللي هما بيحكموا اللي مسميين نفسهم علويين وهكذا إلا في مصر إحنا في مصر كلمة المصريين أو وصفك بكونك مصري بيصهر حاجات كتير جدا بيصهر حتى القومية أنت تعرف مثلا مصر فيها أكراد؟ مصر فيها أكراد من أشهرهم مثلا أحمد بدرخان وعلي بدرخان اللي هم المخرجين المعروفين الكبار الله يرحمه تعرف مثلا أن مصر فيها أمازيغ اللي هم البربر؟ مصر فيها أمازيغ بيتركزوا في المنطقة الغربية بالبحيرة بقى وانت نازل تحت مصر فيها بدو ومصر فيها بدو وأهل حضر منطقة أبناء علي في المنطقة الغربية وسينة وحتى في الجنوب في قبايل بنه هلال وبنه سليم والكلام ده كله ولكن محدش بيقف عند ده كلمة مصري بتنفي أو بتصهر كل ده تحتها وبنعتز أن احنا ولاد البلد مين اللي بدأ يلعب على فكرة المسلم والمسيحي؟ المحتل المحتل اللي بدأ احتلاله لينا أول ما جاء الفرنسيين حملة نابليون بنا برد بدأوا يلعبوا على المسلم والمسيحي ويكتذبوا العناصر المسيحية المتطرفة علشان تساعدهم لأن المسلمين كانوا رفضين الكلام ده في الوقت ده احنا جزء من الخلافة العصمانية الخلافة الإسلامية الموجودة في اسطنبول بعد كده قدر المصريين كل المصريين أنهم يهزموا بنا بارت ومينو واللي بعده كليبر وقتلوا كليبر واللي قتل كليبر كان واحد حتى مش مصري سليمان الحلبي لما كان موجود في حلب وسيمة عن الاعتداءات اللي حصلت على النساء المصريات من الفرنسيين جاء من حلب علشان يقتل قائد الفرنسيز في الوقت ده كانوا بيقولوا عليهم كده إذن كلمة مصري بتصهر حتى العلاقات بين الناس قيمة على المواطنة بعد كده جاء الإنجليز من 1882 بدأوا في احتلال الدولة المصرية بخيانة تمت خيانة جيش مع أحمد عرابي ودخلوا من الصالحية من الشرقية والتفوا على الجيش المصري موجود في التالي كبير بدأ في الوقت ده اللعبة على الطائفية نقرب المسيحيين ونبعد المسلمين نقرب مجموعة من المسلمين نضرب بيها مجموعة تانية من المسلمين وصولا إلى المشهد المؤسف البائس اللي احنا بنشوفه دلوقتي أن البابا في الكنيسة بينزل يبارك الانقلاب زي شيخ الأزهر اللي بيبارك الانقلاب أن البابا في الكنيسة بيدفع بالمصريين المسيحيين أنهم يقودوا أو يكونوا وقود للمظاهرات ضد النظام الديمقراطي اللي تم انتخابه زي الرئيس محمد مرسي للأسف المشهد البائس اللي وصلنا له ده بسبب تحكم المحتل ووريس المحتل ووريس المحتل هو الناس اللي جات بعد المحتلين اللي هم مين اللي هم العساكر اللي هم بينفزوا كل المحتل اللي عايزوا وزيادة بس وهم لبسين لبسنا وهم اسمهم اسمنا وهم دينهم زي ديننا في الظهر طيب دلوقتي بقى السيسي قال لك الفتنة الطائفية دي الأول كانت بتتحلى عن طريق بيت العيلة اللي فيه شيخ الأزهر وبابا الكنيسة والمسيحيين والمسلمين ونقعد وانطبطب على بعض وخلاص وعندي المراضي ومعالش عشان خطري السيسي حتى الدور ده استكتروا على شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعمل ايه؟ ودعم بيت العائلة المصري بيت العائلة ده اللي كانوا حلو فيه المشاكل السيسي استبعد الأزهر من معالجة الفتنة الطائفية الأزهر اللي المفروض انه بيمثل حوالي 95% من أبناء الشعب المصري المسلم بيتم استبعاده من معالجة الفتنة الطائفية اللي هي التصرفات فيها طائفية من بعض المسيحيين أو من بعض المسلمين بيتم تنحية الجامع الأزهر وشيخ الأزهر من العلاج مين اللي هيحلم حلوهم السيسي؟ السيسي والله السيسي هيعمل كل حاجة السيسي رئيس مش عارف هيئة السياحة رئيس هيئة مكافحة الإرهاب رئيس البيت العائلة المصري أو هيئة مكافحة الطائفية الطائفية رئيس مراجيح مولد النبي كل حاجة في مصر السيسي رئيسها زي ما حضرتك شايف السيسي يقرر تأسيس لجنة عليا لمواجهة الفتنة الطائفية طب همين اللي بيعمل فتنة الطائفية في مصر دلوقتي لا فيه محتل ولا الكلام ده كله